السلام عليكم دعونا نتخيل ظهور ديوي مرة أخرى في العالم الحديث مع مهمة تنفيذ نظرياته في مدرسة محافظة دافع ديوي عن التعلم من خلال العمل المعروف أيضا باسم التعلم التجريبي ولاحظ أن الطلاب يتعلمون بشكل أفضل عندما يشاركون بنشاط لأنهم مغامسون في الحاضر وليس في المستقبل البعيد مثلا في الامتحانات النهائية في علم الأحياء لا يقرأ الطلاب الكتب ولكن بدلا من ذلك يرون نمو النباتات وحصاد الثمار وإطعامها للحشرات والقواقع ومعرفة ما يحدث في الطبيعة أحيانا تنجح الأشياء وأحيانا تحدث تفاعلات أقل لكن مهما كانت النتيجة التي يتوصل إليها الطلاب فإن كتابة ملاحظاتهم عن المشاهدات التعليمية تشكل تجارب غنية لا تنسى وفي نهاية كل فصل يلخصون تعلمهم وينتقلون منه إلى المناقشات الفعلية تعد المناقشات بين الطلاب أساسا للحياة في مجتمع تعليمي ديمقراطي حيث يجب أن تستند القرارات إلى الحجج المعقولة ومن خلال المناقشات يتعلم الطلاب صياغة أفكارهم الخاصة وكيفية إقناع الآخرين وتعلم رؤية العالم من وجهة نظر مختلف في إحدى المناقشات بدأ البعض يجادل في إحدى المناقشات بدأ البعض يجادل بأن الزي المدرسي يحد من التعبير عن الذات وأنه ينبغي إلغاؤها ديوي الذي يعتقد أن المدارس يجب أن تعد الأطفال للحياة نفسها وخدمة المجتمع كقوة للابتكار والإصلاح شجع هؤلاء الطلاب على تقديم عريضة عن ذلك ليكتشفوا ما إذا كان التغيير بالزي سيحدث فرقا في التغيير الاجتماعي المنشود نحو الأفضل أم لا ديوي يعتقد أن التفاعل بين الفصول التعليمية والبيئة ضرورية لعملية التعلم لأن التعليم تجربة قابلة للتغيير المستمر ومن ناحية أخرى يتعلم المتلقون السلبيون المعرفة بنمط قليل جدا إن وجد المجموعة التي تريد تحقيق التماس معين يجب أن تقدم أفكارها إلى المعلم وتبدأ حوارا يوسع فهمهم والتأكيد على التعلم متعدد التخصصات وهل أن الاستمرارية أمر بالغ الأهمية للفهم؟ وهل أن التعليم متعدد التخصصات يسمح للطلاب بالبناء على ما يعرفونه بالفعل؟ مما يعزز فهمهم لما لاحظوه في علم الأحياء ويمكن أن يتم ذلك حسابه أيضا في الرياضيات وأن يعرض أيضا ذلك في صور فنية سيوفر هذا للطلاب الفرصة لمعرفة كيف تسير الأمور في الحقيقة هذه العملية متصلة بالدماغ بشكل أكثر فاعلية لأنه يمكن ربط المعرفة الجديدة بالخبرات السابقة وبناء نماذج عقلية أقوى في المجتمعات الحديثة يجب أن لا يتم حساب سعر التعليم وأن لا ينظروا فقط إلى تكلفة رواتب المدرسين والمباني المدرسية وغيرها من الموارد يجب عليهم مراعاة تكاليف جميع تفاعلات الأطفال لأن الأطفال هم مستقبل مجتمعنا والتقدم البشري بشكل عام لا ينبغي أن يضيع وقتهم في الفصل وبالتالي فإن مسئولية المدرسة هي أن تكون ملعباً لممارسة المستقبل نتمنى أن نرى ذلك عندما يكبر الأطفال وما يمكنهم أن يصنعوه عن التعليم قال ديوي مقولته الشهيرة إنه ليس استعداداً للحياة بل إن التعليم هو الحياة نفسها المجموعة التي سعت إلى إصلاح التعليم عبر برامج معرفة عمق تمكنوا من تطوير أفكار جيدة وناقشوا أفكارهم مع الجميع وتطور من ذلك المجتمع إذا أعجبكم الفيديو أرجو مشاركته مع تحياتي شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً